أدانا الاتحاد الأفريقي بالشدة التوغل الإسرائيلي في رفح الفلسطينية ودعا الاتحاد المجتمع الدولي إلى وقف هذا التصعيد الدامي في الحرب وأدانا رئيس المفوضية محمد مصفقيه امتداد هذه الحرب إلى معبر رفح الممر الوحيد للمساعدات الإنسانية بعدما سيطرت دبابات إسرائيلية على الممر الذي يعد رئيسيا لإدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر